السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بقل في خير وصحة وسلامة ويارب دايما مشارعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحقق عليكم كل اللي انتو بتبنون النهاردة جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو علاج انتفاخ وجه الدجاج الرومي الدجاج الرومي لما يكون عنده مشكلة انتفاخ الوجه انتفاخ الوجه ده له اسباب والاسباب دي لازم نتخلص منها طبعا عشان خطر الموضوع لا يتفاقم وفي نفس ذات الوقت نعرف بعد ما نتخلص من الاسباب واثناء ما بنتخلص من الاسباب ازاي نعالج المشكلة لو حصلت اصلا بحيث ان احنا نتخلص من كل حاجة تخص هذا المرض سواء مسببات المرض او ان احنا نعالج المشكلة نفسها لان الانتفاخ ده بيبقى عبارة عن بعض الاشياء الموجودة في وش الطائر او وش الدجاج الرومي لازم نتخلص منها عشان يفش او يخف نتكلم عن الموضوع بالتفصيل لكن ابل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول احتاجين في البداية نتكلم عن الاسباب اول سبب ممكن يؤدي الى حدوث مرض انتفاخ وجه الدجاج الرومي هو الكتمة يعني الكتمة بكل بساطة البيات بتاع الطيور لما بتبايت كده التربية بتبقى سيئة طبعا في الجو ده ظروف التربية دي ظروف سيئة جدا الكتمة بتؤدي الى تراكم غاز الامونيا وغاز الامونيا بيطرد غاز الاكسوجين تمام بيبقى الاكسوجين قليل جدا في الاوضة او في العشة او في المكان اللي الطيور بتتربى فيه ومدام الاكسوجين قليل يبقى النفس هيبقى ضعيف جدا ويبقى فيه امرات تنفسية كتيرة مش بس انتفاخ وجه الدجاج الرومي حلو فغاز الامونيا ده لما بيطرقم بيعمل التهابات وبيعمل انتفاخات فيه جهاز التنفسي كله تمام وتحديدا فيه الوجه تحديدا فيه وجه الدجاج الرومي بيبقى فيه التهابات وانتفاخات حلو تعال نشوفي السبب التاني السبب التاني ان الطيور كتيرة فيه المكان والمكان مش على قدهم السبب ده بيؤدي الى ايه بيؤدي الى مشكلة كبيرة جدا وهي ان الرطوبة بتكتر الرطوبة بتكتر فيه المكان ليه بتكتر الرطوبة لانه بمنتهى البساطة الطيور اللي حضرتك بتربيها كتيرة فالفضلات بتاعتها كتيرة فالنفس بتاعها المفروض بيحتاجوا كمية اكسجين اكتر والمية اللي بيدلقوها اكتر والزحمة بتاعتهم دي بتخلي الرطوبة بسبب فضلاتهم اكتر واكتر واكتر فبما ان المكان ضيق عليهم فغاز الامونيا هيكتر برضو فلازم يبقى ايه يبقى المكان على قدهم بالزبط علشان ما يتضروش وما يتعبوش من تراكم غاز الامونيا او وجوده بشكل او باخر داخل العشة حلو برضو من الاسباب اللي بتؤدي الى انتفاق وجه الدجاج الرومي تلوث الفرشة لازم الفرشة تتنظف باستمرار لو حضرتك مش هتنظف الفرشة باستمرار يبقى هتقابل مشاكل كتيرة جدا مش بس المشكلة دي وانما فيه مشاكل تانية ممكن تصيب الطيور بتاعتك يعني مشاكل لا علاقة بالبكترية لا علاقة بالالتهابات في الجسم كله مش بس في الجهاز تنفسي لا في الجسم كله كل ده بيؤدي بكل بساطة الى حدوث مشكلة انتفاق وجه الدجاج الرومي ممكن كمان يبقى الموضوع اكثر تفاقما من مشكلة الانتفاق دي يعني ممكن يبقى فيه اصابات وورم وحاجات ومشاكل احنا في غنى عنها كذلك برضو من الحاجات اللي بتؤدي الى انتفاق وجه الدجاج الرومي هي غياب الشمس الشمس مهمة جدا يا جماع الشمس خلاص احنا داخلين على الشتاء يعني ملناش اي حجة ان احنا نبعد عنهم الشمس الشمس مهمة لازم يتفسحوا بالنهار ويدوقوا الشمس جسمهم يدوق الشمس رأسهم تدوق الشمس رجليهم عظمهم كل حتة في جسمهم تدوق الشمس بالنهار وشمس الشتاء مش مضرة باي شكل ولكنها مفيدة جدا وهتؤدي الى انعاش صحة الطائر ومناعة الطائر واتمام العمليات الحيوية بشكل سليم سواء عمليات الهضم عمليات الحرق عمليات الامتصاص كل ده هيبقى افضل في وجود الشمس فمهم جدا ان ما نمنعش عنهم الشمس نخليهم ساعات معينة في اليوم تمام تكون الشمس فيها هادية كده يطلعوا فيها ويتشمسوا ويتحركوا ويتفسحوا ويباتوا في العشة بالليل علشان خاطر نحميهم من البرد اللي ممكن يجي لهم تمام طيب احنا اتكلمنا عن الاسباب ازاي بقى ممكن نعالج المشكلة دلوقتي احنا هنهشكل الاسباب بس عندنا شوية طيور عندهم انتفاخ في الوجه عندنا شوية دجاج رومي كده شو منتفخ هنعمل ايه هنجيب دبوس بسيط جدا وهنفتح فتحة من امام الوجه وفتحة تانية من وراء يبقى الانتفاخ ده هنفتح فتحة من قدام وفتحة من وراء بالدبوس ده هنلاقي ان جوه الورم ده او جوه الانتفاخ ده فيه مخاط مخاط المخاط ده بمنتهى البساطة تراكم وتجمع بسبب كل الاسباب اللي احنا تكلمنا عنها دي وعلى رأسها طبعا الكتمة وعدم النظافة وتلوث الفرشة وغيب الشمس وكل الكرام ده حلو المخاط تجمع فيه وجهة الدجاج الرومي بسبب الموضوع ده هنجيب الدبوس ده والابرة ده وهنفتح فتحة من قدام وفتحة من وراء زي ما قلنا وبعد كده هنجيب حقنا فيها بتادين بتادين ده مطهر تمام هنجيب البتادين ده وندخله فيه الانتفاخ ده تمام التجويف بتاع الانتفاخ وهنسيبه شوية صغيرين وبعد كده هنطلعه تاني بحقنا تاني هنشفط بيها وهنقعد نكرر الموضوع ده كل يوم مثلا مرة حلو لحد ما المشكلة تتم على خير او تنتهي على خير والورم يخف تماما او الانتفاخ يخف تماما حلو طبعا ممكن تستخدم مطهرات تانية مش ضروري البتادين بس انا بقولك على الحاجة المجربة والحاجة اللي احنا وثقين ان هي هتعالج المشكلة بدون اي اعراض سلبية تمام انت كده عملت ايه كده انت نظفت المكان بالتدريج يوم بعد يوم يوم بعد يوم لحد ما المكان خف والالتهاب خف ما بقاش فيه اي تراكم لمخاط او اي سوائل او اي صديد موجود في هذه المنطقة حلو دلوقتي لسه الجرح موجود ولسه الورم على خفيف فلازم تخلي بالك تبعد عنهم اي مسببات تانية ممكن تؤدي الى تكرار هذا الانتفاخ لان الانتفاخ ده لو تكرر هيبقى اكثر خطورة من المرة اللي قبلها لان كل مرة هو بياخد جزء من الجلد بتاع الطائر وينتفخ يرجع تاني فش تاني والجلد الميت ده بيقع فلو حصل تلوث تاني ومفيش جلد يتأشر او ينشف عشان يتأشر بعد كده ده ممكن يؤدي الى ورم في وش الطائر او وش الدجار الرومي فلازم نحافظ عليهم وننضف لهم المكان باستمرار وتهوية باستمرار واكل فيه خضروات وفيتامينات باستمرار وتهوية وشمس وكل حاجة علشان خاطر اي مشكلة تحصل لهم بعد كده هتبقى خطر خصوصا بعد علاج المشكلة دي بوقت قصير ده كان الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والباول ونشوفك على الف خير في علاقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته